مرحبا مواليد برش السرطان معكم كارمي الشماس وبقدم لكم الأبراج الأسبوعية من الثانين ثلاثة حزيران يونيو لأحد تسعة حزيران يونيو بهذا الأسبوع في عنا شيء أو حدث فلكي حلو وهو الأمر الجديد ببرش الشوساء الثانين ثلاثة حزيران يونيو بيخلق الأمر الجديد ببرش الشوساء الساعة وحدة وثلاثة تظهر توقيت بيروت يعني الساعة عشرة وثلاثة دقائية صباحا توقيت العالمي الأمر الثانين والثالاثة رح بيكون ببرش الشوساء لكن الأربعة والخميس الأمر رح بيكون ببرشكم وبالتالي فيكم تقولوا أنه هذا أسبوع بالرغم من كل شيء رح بيكون أسبوع فعال ومثمر لكن عليكم تعرفوا تختاروا الوقت المناسب الثانين والثالاثة الأمر إذن موجود ببرش الشوساء هناك عند مولود برش السرطان نوع من هدوء ونوع من ابتعاد عن الأجواء أو حتى الأمور يلي بيدخل فيها ويلي بيشتغل عليها نوعا ما بتكون هادية أو أهدى من غير أيام أو من غير أوقات وهيدا أمر منه سلبي بالعكس تماما أمر جيد لأنه بيعطي مناسبة واللي مولود برش السرطان لحتى يرتاح ولحتى يخفف شوي من الضغوط عليه ولحتى فعلا يقدر يستجمع أوتو لكن مطلوب منكم أنه ما تعملوا حالكم أبطال وتبعدوا عن المنافسات وتحطوا حالكم بظروف صعبة الأربعة والخميس هيدا حديث آخر الأجواء رائعة لأنه الأمر ببرشكن هناك تقدم كتير كبير وهناك نوعا من رغبة في التغلب على هالضجر أو هالتأخير اللي عانيته منه الثانين والثالتة وبالتالي مولود برش السرطان قادر يتخطى الكثير من المعاناة والكثير من التأخير والعقابات يلي عانى منه في الأيام الأخيرة هناك رغبة في بدء شيء جديد والتغيير وإدخال أمور جديدة لأنه بهاليومين اللي أضاهن في لحظات حلوة مرأ فيها التانين والثالتة أو بيمرأ فيها بتخليه يوصل إلى استنتاجات وبالتالي قرارات أما التنفيذ طبعا هو الأربعة والخميس لما الأمر بيكون موجود ببرشكن وفيكن تتوقعوا أنه في تطورات وأخبار توصلكن الجمعة والثبت الأمر موجود ببرش الأسد في بيت المال في بيت الاختبارات في بيت الدعم المعنوي الثقة في النفس فالجمعة والثبت يومين بتكون تركزوا وتستفيدوا تستثمروا بيها الثقة في النفس اللي نكون إياها وحتى ترفعوا من معنوياتكم ويمكن حتى من الضعف في الأجواء من حولكم يلي يمكن أنتوا كمان عم بتعانوا منها فإذا الجو من حولكم تعبين البلبيت حاسين في زهر أو في ضجر فحلو أنه الجمعة والثبت تتحركوا هالأجواء أما الأحد تسح زيران يونيو فهو يوم سريع وحلو ونابط بالنسبة لإلكن بيعطيكم حماسة وبساعدكم لحتى تتغلبوا على تأخير كسل خمول أفكاركم سكية جداً قادرين تتفهموا مع الجميع وهناك تقدم وأخبار ممتازة جداً لإلكن فمثل ما شايفين أسبوع جيد بيبدأ بهدوء لكن بيقدر ينتهي بنتائج لكن إذا كنتوا من مواليد 3 إلى 8 تموز يوليو كونوا حذرين جداً كوكب المريخ موجود عنكم كونوا حذرين يجلب المشاكل والمتاعب على أنواعها فكونوا حذرين بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو على أمل اللقاء بالأبراج اليومي كل يوم الساعة 6 مساء توقيت بيروت الصيفي ودعكم باي باي